كما ينضم إلينا عبر الهاتف أيضاً الكاتب الصحفي الأساس أكرم القصص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع أستاذ أكرم تحياتي إليك على شاشة التلفزيون المصري أهلاً وصهلاً أهلاً وصهلاً أستاذ أكرم نسخة جديدة لمنتدى شباب العالم تنطلق غداً كيف ترىها وكيف ترى أجندتها والفعاليات المختلفة والموضوعات التي ستناقشها وبالإضافة إلى التوصيات التي ستخرج في نهاية هذا المؤتمر يعني بالتأكيد الحقيقة أنا شوفت اللي احنا شايفينه في التنظيم وبالطريقة وإنه المنتدى يواصل معاقاته بعد سنتين من التوفب في سبب كورونا وهذا التنظيم اللي تم الحقيقة يعني بيؤثر فكرة نجاح فكرة المنتدى منها الأساس وجمان الحقيقة شهادة للمنظومين والشباب اللي ينظموا هذا المنتدى وكل القائمين عليه الحقيقة يعني كل الأطراف القائمة عليه يعني بيشهد لهم بالنجاح في هذا الأمر أمر الثاني الحقيقة أنه برغبة كوفيد لكن منتدى النهاردة ما بعد كوفيد وما بعد كورونا والشيء ده جزء الانشغالات يعني من انشغالات العالم لأنه نعرفين أن كورونا تسببت في وقت اقتصادات في وقت سياحة في وقت سفر فيه تطورات علمية تطورات الدنيا يترى هو هيستمر للسنة الجاية ولا هتوقف وهتوصلون للعلاج ويبدأ يبقى جزء رئيسي العالم كله يفكر عموما النهاردة في أنه إما إذا استمر فتعمل التعامل في وجوده وإذا اختفى سيتم التعامل ما بعد والحقيقة فيه قضايا مختلفة قضايا السفحية قضايا البيئة وإحنا عارفين أنه رئيس نزخة 26 من قمة المناخ موجود في هذا المنتدى مع عدد كبير جدا من الأسماء جاي موراسينيوز زي متحدثين من الأمم المتحدة من صندوق الملاغ من صندوق المخدرات الجريمة من المناخ هذا تأكيد صفة كبيرة جدا من هذا المنتدى الذي يحظى بصفة كبيرة وبيمثل الحقيقة الأقصى وبيمثل قبضة حقيقية تجزد شخصيات كثيرة وعلى مدى نصفه المختلفة استطاع أن يحظى بصفة زي ما الدولة المصرية الحقيقة بصفة بصفة والرئيسة بفتاح كثير حقيقة أولى اهتماما ورعاية لهذا المنتدى ولمنظمين وكان دائما تأشعر في البداية أنه دائما ما كانت توصيات تقرب ليش مجرد توصيات زي كانت تقرب كان بيتم تمتيز عدد منها انتقاط أعداد مختلفة من التوصيات انتقاط شخصيات وموجودين في اه اه اتجاهات مختلفة للعمل فاحنا بنتكلم الحقيقة في منتدى ناجح على مدى النسخ المختلفة نعم انه هو يحظى بثقة دولية خاصة وانه بيعقص بعد سنتين من التوقف بسبب كورونا الاجراءات الاحترازية ومع ذلك الحقيقة الصمدين بدأت حتى الآن بيراعي هذه الاجراءات خلينا سألك أساكرم عن الموضوعات التي ينقشها المنتدى في نسختي الرابعة وما تماشي هذه الموضوعات مع القضايا المطروحة على مستوى العالم وأيضا القضايا المصرية التي ينقشها في الداخل كمثلا على سبيل المثال مبادرة حياة كريمة وكيف لهذه المبادرة صدى كبير في الداخل وفي الخارج يعني بالتأكيد زي ما أنت أشارت نعرفين أنه يمتدن من نفس قضايا مطروحة دوليا وإحليميا وغيرو الحقيقة أنه نجح أنه بيطرح القضايا المطروحة حديثا على الساحة بشكل كبير على رأسها مثلا حضرة المناخ لمصر بطولي بطولي اجتمام كبير خلال العام الأخير وزي ما أنا قلت رئيس النسخة 26 رئيس النسخة 26 سانفوني نعم رئيس النسخة 26 موجود في الملتدى وإحنا مثلا هتفضي في النسخة 27 من كوب 27 بالفعل فده في شرم الشيخ بل فده طبعا إنجاز كبير فيه أضايا زي الصحة أضايا ما بعد كورونا أضايا زي أضايا زي المناخ أضايا زي الرقمنة فيه زي ما أنا قلت كلمات لمحمود محودين لغدوال هم ممثلين لكن ممثلين في المجتمع الدولي نعم في موراتينيوس ممثل الحضارات في الأمم المتحدة في جون كيري ممثل المناخ في أسماء كبيرة حقيقة طب أستاذ أخرم أود أن أسألك أخيرا عن أهمية هذا المنتدى منتدى الشباب العالم بعد أن حقق على المستوى العالمي طفرة كبيرة وأصبح منصة معتمدة في بعض المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة والتوصيات التي تخرج عبر هذه المنصات منصة منتدى شباب العالم لأنه ممثل لكل شباب العالم أهمية هذا المنتدى في هذا الوقت بالتحديد بعد توقفي لعامين بسبب تدعيات جائحة كورونا أهمية أموما أولا أنه منصة شبابية في الأمم وبيضم عدد كبير كتاب من كل من ممثلين لكل خارات العالم هو منصة لحوال شامل حول الخضايا المطروحة إما إقليميا أو دوليا أو محليا نعم وأنت أشرت المقطة مهمة جدا لها حياة كريمة حياة كريمة تعتبر درة المبادرات الرئاسية والحقيقة نحن مش نتكلم عشان دي طالعة من مصر بس المبادرات دي حزيت بثقة دولية لأنها تقوم على أساس وقعي وتعالج قضايا حيوية تتعلق بحياة البشر بمعنى أنه مصر على مدى عقود كان من ريف المصر مهمة النهاردة الرئيس بيعيب سياغة في ريف دا وبيعطيه حق الخدمات على قيد المساواة مع المدن ومع المحافظات ومع المدن الكبيرة فأحنا هنا بنتكلم على سياغة حقيقية لأفكار قد تبدو نظرية أو أو تبدو بعيدة عن الواقع لكن النهاردة هي بقتواقع فعلا وبقت ترجمة حقيقيا لهذا الأمر دي نقطة مهمة نقطة تانية أنه نسخة من شباب العالم على مستوى دول كثيرة أصبحت بتفكر فيه استعادة أو تقليد هذه النصة وصياغة منتديات أو محاول على نفس الدرجة على نفس النهج نعم على نفس النهج اي الحقيقة الرئيسة للفتاح الصيف على مدى النصة في اللفات كان بكثم في خوارات صريحة جدا ويعالج حضايا آنية وحيوية نعم فعين الملتدة احنا منتكلم على إنه مش مجرد منتدى للكلمات لأ هو منتدى ليه التمتيج وإحنا على مدى السنوات اللفات وفي الخياس تعاوننا إنه الرئيسة يتبتح في سنوات يلتقط الأفكار الصغيرة والأفكار الموقوبة والمهائلة نعم ويتبنىها ويدفعها وينفق فيها في الشكل اللي ينطلعها يحولها إلى واقع وإلى تنفيذ حقيقي وجدول عمل وتنفيذ في الوقت والجهة والشكل والمضموط فاحنا الملتدة هنا الملتدة هنا بيحضر بثقة دولية واسلمية ودول كتيرة بيحاول تخليله وفي نفس الوقت بيتناول القضايا الآنية اللي مطروحة الآن يعني همتكلم في المناخ بالصحة يعني يمكن القول بأنه أصبح منصة رئيسية لتبادل وجهات النظر على المستوى العالمي وتبادل كل الأراء الخاصة والمتعلقة بالقضايا الجوهرية القضايا العالمية اللي بتشغل العالم كله بزر 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 يعني هو الحقيقة نعم أنه هذه القضايا المهمة اللي بتشغل العالم أو بتشغل المصر أصبحت مطروحة تناقش في هذا المنتدى بالطبع كل الشكر وتقدير لحضرتك ضفن الكريم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع شكرا جزيلا لك